المحكمة الإدارية للتحادية بالنمسا قالت الترحيل إلى سوريا غير ممكن دستوريا هنا فيه تصادم هذا الكلام بين السلطتين الدستورية هذا الكلام تتذكر هذا اللي حكيناها مرات وعشرات المرات حكيناها إن كان بالنمسا ميديا أو حكيناها من خلال ظهورنا على بعض القنوات الأخرى يعني كل من ينادي بالترحيل هذا عبارة عن وهم وهذا عبارة عن ضرب من الخيال لن يرحل لا السوري ولا الأفغاني الأفغاني ممكن يرحل السوري لن يرحل مهما عمل ومهما فعل ومهما ساوا مدام يوجد إرهابي بسوريا يزعى بشار الأسد ويوجد نظام إرهابي ويوجد جماعات متطرفة موجودة بسوريا لن يحدث أي ترحيل من أي نوع قبل وجود انتقال وتحرك سياسي ماذا قال لك السيد يعني كريسيان فليس فيزر قال لك أن حتى ولو أردنا تعديل الحالة القانونية هذا يحتاج إلى عملية معقدة مناء التعديلات مناء التعديلات وهذا غير موجب ممكن حاليا موجب القانون الدستوري هيك عم بقي لك هذا قاضي ليعن يحキي لك هذا الكلام مش أحمد ولا ممدوح ولا سعيد ولا سعادية ولا كذا فبالتالي يا سيدي الكريم هذا يؤكد لك الهراء الذي كان يقولها السيد شالنبيرج وزير خارجية أو جيرهات كارنر وزير الداخلية أو أي أحد آخر يحاول أن يتواصل تصطرر الترحيل طرح من المحكمة الدستورية مش مع محكمة إيدارية ده المحكمة الإيدارية لكن الأول القرارات لطلع الأولية كانت من المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية فوق المحكمة الإدارية بغض النظر يقول لك التنفيذ يا سيدي الكلام شيء والتنفيذ شيء آخر بقول لك هذا الكلام غير قابل للتنفيذ حاليا فبالتالي هذا هو عنوان الخبر الأساسي أنه لا يوجد أي ترحيل لأي سوري بأي حال من الأحوال ولكن مع الأسف الشديد أين المشكلة المشكلة أن اللاجئ السوري أحيانا لا يعطى حق اللجوء وبالتالي تتأخر معاملته وهذا الشيء التي تقدر النبسة صراحة يتعيق فيه بس أنا أعتقد أنه هيكون فيه نظر للموضوع ده لأنه هو الموضوع هو بيستند للمدة ثلاثة في التفاقية الأوروبية الحقوق الإنسانية حتى المجرمين الجنائيين لا يمكن ترحيلهم إذا كان هناك خطر عليهم في الدولة الأم بس أعتقد أنه هيكون فيه هناك أنا لا أعتقد أنا أعتقد